دشنت دولة الكويت عبر جمعية أحياء التراث الإسلامي وبتمفيذ جمعية الحكمة اليمانية مخيما طبيا مجانيا في مدينة عدن اليمنية وذلك في الوقت الذي يشهد فيه الوضع الصحي والاقتصادي في اليمن صعوبات كبيرة وتعد مشاريع المخيمات الطبية التي تفتتح في مناطق مختلفة من اليمن واحدة من أهم المشاريع في القطاع الصحي حيث أجرت العديد من العمليات الجراحية إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لطالما كانت دولة الكويت سباقة في مد يد الخير لليمانيين لسيما في دعم القطاع الصحي والذي شهد حالة من التدخل غير المسبوقة نتيجة للصراع الدموي الذي تشهده البلاد حيث دشنت دولة الكويت وعبر جمعية إحياء التراث الإسلامي وبتنفيذ من جمعية الحكمة اليمنية إقامة مخيم طبي في عدن لعمليات استئصال اللوزتين المخيم القراحي الطبي بدعم من مجموعة الامتياز الاستثمارية بالكويت وصندوق رعاية المرضى بالكويت تنفيذ جمعية الحكمة اليمنية وهو المخيم القراحي الطبي لاستئصال اللوزتين ولحمية البلعوم المستفيدين في هذا المشروع 220 شخص مستفيد من هذا المشروع دعم كويتي استهدف أولئك الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب لا سجما وأنما تقدمه دولة الكويت من خدمات في المخيمات الطبية جميعها مجانية والتي تأتي ملامسة لاحتياج المواطنين اليمنيين نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة هذا المشروع الذي يأتي بدعم كريم من هؤلاء الخيرين والذي يستهدف ما يقارب 220 عملية جراحية في مستشفى الجمهورية في عدن تنفيذ جمعية الحكمة اليمنية الخيرية أسأل الله عز وجل أن يباركها فيهم في جهودهم وهذا تخفيف لمعاناة المرضى الذين لا يستطيعون دفع تكاليف العمليات والأدوية وغيرها ففي الوقت الذي تدشن فيه دولة الكويت مشاريع المخيمات الطبية وإجراء العمليات المختلفة والتي تعد واحدة من أهم المشاريع في القطاع الصحي في البلد والذي استفاد منها عشرات الألاف من المواطنين تقوم الكويت ببناء المستشفيات ودور الرعاية الصحية وتوفير الأدوية في كل المحافظة اليمنية لا تزال دولة الكويت تقدم عطاياها لليمنيين بشكل سخي لا سجم بإسناد القطاعات الحيوية كالقطاع الصحي الأمر الذي يبدو واضحاً مع تدشينها للمخيمات الطبية الهمة للمواطنين والمجانية نظراً لظروفهم الاقتصادية صعبة مروى النبيل لتلفزيون دولة الكويت عدن